ازاي امنع الاشخاص الغير اصدقاء من الاتصال بيه في سناب شات ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده ازاي امنع الاشخاص الغريبة من الاتصال بيه في سناب شات طبعا كل شوية بقى ان اتصالات في سناب ومش عايزين بقى نحددهم لمين ده والزبط اللي اتصل بينا قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة هنروح مع بعض كده على سناب شات بتفتح سناب شات كده وبعدين بيتفتح لك الوجهة دي ببدأ اضغط على الصورة صورة الحساب بتاعي بضغط عليها كده وهيزار لك الوجهة دي كده ببدأ اضغط على علامة الترس اللي فوق دي بعد ما بضغط عليها بنبدأ ان احنا ننزل كده هنا بقى التحكم في الخصوصية بتلاقيها لما بتنزل كده بالصفحة وعندك هنا الاتصال بي ببدأ ان انا اضغط عليه هنا بقى عندك الاصدقاء بس اللي اللي اتصلوا بيك بس هنا الاتصال واجهات الاصدقاء واجهات الاتصال يعني الاصدقاء اللي موجودين عندك وجهات الاتصال الناس اللي معاهم ارقامة لو انت عايزهم هما اللي اتصلوا بيك بس يبقى انت بتفعلها هنا عندك الجميع وفي ناس طبعا بتمقى عاملها الجميع وبيجرها اتصالات وازعاك طبعا فاحنا نفضل يعني نعملها الاصدقاء وبس كده يبقى محاجة هتصل بيجي غير الاصدقاء عندك على اسناب شات عندك اي استقلاء واستفسار اكتب لي في التعليقات وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت تعملوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته